اشتركوا في القناة بإيمانها الكبير وبتصميمها أنه بدها تنجح قدرت تنجح أهلا وسهلا فيك معنا كارولين بطلة هلأ المشاهدين رح يقولوا معي أكتر من بطلة حتى لما يعرفوا الظروف الصعبية اللي ما رأتوا فيها وكيف بعزيمتك وإصرارك أنه لأ بدي أنجح بدي أنا أكون أقوى وابدي أغلب الكل قدرت عن جد تتغلب صح كارولين اللي من خبرتيني أنه أنتو مش واحدك بالبيت أصبت بها المرض أنتو عدة أشخاص خبرتيني أنه الزعل كان يمكن من أهم المسببات يلي ممكن تخلي الشخص يصاب بالسرطان شو اختبرتو هالقدة ألم عميء كتير كبير خليكم تصلوا لمرحلة تقولي أنه الحياة كتير حلوة بأدقة تفاصيلها ما تروحوا ولا دقيقة فرح وقدين الناس هلأ بحاجة بهالفترة الصعبة اللي عم نمرق فيها عن جد يقدروا قيمة الحياة وقيمة ناعمة الحياة لمن واحد ما يكون مريض وما بشي مظبوط ممكن خبرتك شوي أنا هيك برات الهواء أنه مظبوط نحن قطعنا بفترات كتير صعبة بس بوقتها ما كنا شايفينا وما كنا عمينا حساب أنه في مرض بيجي من ورا الزعل يعني أولون كانت فقدان الأب بعمر مش كتير كبير يعني بعده كان مش شاب بس منه كبير بالعمر يعني بعمر 58 سنة شاب عاستين عطاقه مظبوط يعني بعد كنا متحت جناحه ونحن بعدنا متحت جناحه بحاجة لقله ورجع وراها يعني بعد كذا سنة كمان أحصرنا أخت الأختنا الكبيرة بحادث ورجعت وراها أخت التانية يعني اللي هي كانت أول إصابة سرطان لقله وقلنا يمكن يعني ما عنا حدا نحن بالعائلة عنده سرطان أنه قضاء وقدر يمكن يعني أنا سألتك وقتا وين قاعدين حتى لدرجة أنه معقول تكونوا تعرضتوا لشي أنه سبب هال هوني نحن جيران كون قاعدين يعني ربيانين هوني ما بدنا نخوبف الحي صاروا يجوا مثل ما بقولوا المصايب ورا بعضهم يعني أكيد بفترات زمنية شوية متباعدة بس دايما الحزن مرفاقكم الحزن يعني رجع جانا هالزعل زعل على أخته الأولينية الزعل على أخته التانية رجعت صابت أخته التانية بسرطان السدية كمانا أنه قف شا عم بيصير وراها بشهر أنا عن صبت بسرطان المبيض أنه يعني شي شي من بعد بسنة نصاب خيه من سنة بالألفين بسرطان لأ سنة الماضي بالكورونا أول الكورونا نصابت أمي بالسرطان السدية يعني هلأ صدنا نحن منقول أنه شو صايري يعني رجعنا قبل ما نصاب بالسرطان أنا وإخته يعني من بعد إخته اللي توفيت بالسرطان توفى خيه وابنه بفرد سنة يعني هايدي زعل دبل ووراها صخنا أنا وإخته يعني هالهت اللي نحن وصلنا له بالعيلة بالزعل قدت إلى تخربط أرمونات قدت إلى وطية المناعة عننا يمكن قدت لسبب سرطاني عننا يعني ما بعرف هلأ بيقولوا هنه بتعرفي هلأ الطب يمكن ما بيعترف بهيدا الموضوع بيقول يمكن هيدا شي ويراتي جينيتيك ما بيعترفوا إنه الزعل معقول يقدي هلقدي بس هلقدي كم كبير من الزعل معقول إنه يوصل خربة خربة أرمونات في شي يعني هلأ برجع بخبرك بأحدى الاجتماعات اللي نحن بنعملها بالجمعية هلأ بخبرك عندنا لاحقا إنه بلا في عامل يمكن وراسة مع أنه نحن عملنا أنا عملت البركة وون البركة تو صح الفحص الجيني الفحص الجيني عملني أنا وإخته وبنتي معنا ميتايشن يعني فكمان ارتقى طبيب تاني إنه ممكن انتوا بهالعائلة هالهت اللي أخطوها من هالصدمات الزعلات يعني تخطوك خمس أشخاص بفترة زمنية مش قويلة يعني نحن هالصدمات اللي أخدناها بعيلة يمكن بفترة زمنية بفترة زمنية ممكن غيرنا ياخدها بفترة زمنية أطول يعني ويتقبلوا وتمرق عليه ما تسبب له هالكربة يعني أو من جيل لجيل يعني خبرتيني يا كارولين أنه على يرحم أختيك وقت أصيبت كان أول شي شي جديد كتير عليكن ما كنتوا تعرفوا شو بتكن تعملوا كيف لازم تتصرفوا لمن أنت عرفت بالموضوع كنتوا دجا عاملين كل الدراسات وعرفت أنه تتقدر تغلبي على المرض مفروض أنه تتبعي إرشدات وطرق حياة معينة خبرنا عنهم شوفي أنا من بعد من صابت أختي بسرطان المبيض لنفسه أنت أيضا أصبت سرطان المبيض كنت أنا على طول ما أف حصات الروتينية كل سنة المفروض تعملها كل سنة بس إذا شي مرة أفت بس من بعد إصابة أختي بطلت أف أبدا حتى إذا بدك إصابتها بالأول سنة وسنتين يمكن تروح كل شهران عند الجينيكو ضل رئيب الأوفير من هكي قدرت اكتشفتها على البداية لأنه كنت عم تعملي هالشيك أف الدايم له شي كتير ضروري وبتنصح فيه يعني أنه الجميع كتير ضروري وكتير مهم لأنه بخلص الست بخلص لحياتها لما بتكتشف المرض بستيج مبكرة يعني وأنا منه يعني وأنا من هالعالم يعني عادة أكتر شي بروحوا بيعملوا معموغرافية يعني أكتر شي الحاملات بتكون لسرطان السدي قليلت تكون لسرطان المبيض وسرطان المبيض كتير مهم لأنه مرض ساكت صامت ما بتشعري ولا أي عوارد ولا أي عوارد إلا لما بتبلش العوارد بيكون صار على آخر يعني أنا رحت عملت الفحص الروتيني عند الطبيب النسائي تبعيتي وأنا ما بنحاس بشي يعني بعدين بعد ما عرفت أنه عندي كانسير على المبيض لأنه طلبت لي فحصات وإيقرقام سرت تذكر أنه آه مظبوط أنا كتحس بالشبع ضغري آه مظبوط أنا ضعفت كتير آه مظبوط أنا كتقوعة بالليل يعني عوارد كتير بسيطة بتلحبط للست مثلا إحساس بالشبع يعني أنا أكل أكل لإمتان وقلونا رفقتي بشغل دخل لكون شباعة انتفخت يقول لي كاروليني هذا مش أكلك إنه ما أكلت صحنك قالوا أنا ما ما يجي ببالي يعني بس بعد ما نصبت وستقرأ عن العوارد عرفت إنه الإحساس بالشبع هو من أحد عوارد سرطان المبيض نفخة البطن هو من أحد عوارد سرطان المبيض الضغط على المبولة هي من أحد عوارد سرطان يعني أنا أول شي ما كنت انتبه لهم بعدين على مدى قدى مثلا هيدا الشعور والضعف الغير المبرر يعني أنا ستقضعف أضعف أضعف شو فكر إنه عم بتعب بالشغل وفترة عيد كرسمس وهيك وعم بتعب بالشغل يعني بفترة سريعة يعني هو دي صاروا معك العوارد إيه شي ستة شهر يعني مش كتير أو أقل حتى مستشرة أوكي رحت عند الطبيب بس أقبت أنا إنه أنا دايما بكل آخر شهر من السنة هده موعدة بروح عند الجينيكو طبيعيتي وعم تحطت للإكوعة بطني شافت في كيس سبعة سنتي قالتلي بدنا نعمل حصات حصات وإيارقام قلت لا أوكي أنا طالع دخيلك مهم ما يطلع كنسير مش كرمي 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 الأمة قالتلي الله يساعد أنا ضغرة هيك شكيت يعني ورجعت رحت عملت الإيارقام وجبت النتيجة هلأ بما أنه أختك قبل بشهر قبل بشهر عاملة البرست والأوفير يلي هو مثلي أنا يعني أخت اللي متوفية صرت أعرف عن السرطان المبيض بس قريت النتيجة الممو قبل ما أخد عند الحكيم يعني الجينيكو وتقل لي هي إنه كونسير أنا عرفت إنه كونسير يعني أنا عم بقرأ شو شعورك بمين فكرتك لك أول شي قلت أنا عندي طريقين بس قريت إنه أنا عندي كونسير عندي طريقين يا أمشي بمعركة ويا الاستسلام الاستسلام بعرفه لأنه عشته مع أخته لأنه أخته عشنا الدبريسيون عشنا الزعل ضعفت بكينا دبربكنا يعني صحيح كنا كتير حدها وساعدناها وجندنا لإله ولخدمتها بالأخص إنه هي كانت بفترة بتقدمة وعينت كتير يعني هزيمة يعني أنا قلت يا بده يحزمني يا أنا بده أمشي بالمعركة وضلت صورة أمم قبيلة يعني بحزنة على أخواتي يعني أخته وأخته وخيه وبنخيه فهيك فهيك حطيت أمي الهدف إذا بدك يعني مثل غنية مرسال خليفة بقول وأعشك وعمري إذا موتوا يوما أخجلوا من دمع يومي فقلت أنا ما بدي بقى إمي خليها تبكي على حدا من أولادها يعني فقررت أمشي بالمعركة وقلت ما بدي خاف وما بدي عسيب وما بدي أبكي وما هلي ينتصر علي هذا المراد أنا بدي أنتصر عليه كفيت حياتك عادة جدا عائلتك زوجك أولادي يعني يعني ياريت بتقدري تحكيهم ليقولولك ما حسينا أنه في مريض بالبيض قلت أنا خلص يعني أنا قادرة عليه أنه ليه بدي أنا خلي أنه خلي البيض كله يسخن لأنه بتعرف المريض الكانسر كل عائلته بتطسهم كله أنا قلت ما بدي خلي جوزي وولادي وإخواتي يصير فيهم مت ما صار نحنا مع أختي خلص مرض صرنا نعرفه نعرف كل شي تعوضنا عليه وخلص أنا بدي أمشي بالمعركة للآخر بتصدق يمكن إذا بقيت ولا نهار ولا نهار نزلي دمعة دائما عندك هل قد قوي هك علاقتي عمودية هك فقلت له يا رب سلحني قد ما فيك أنا من دونك ما بقدر أعمل شي هيدا المعركة أنا بسلمك إيها أنت حارب عني وأنا جندك وهيك صار وحتى خبرت عائلتي يعني بطريقة إنه نطرت قد لكي عنده رفيقه وقلت له إلي أنا عندي كونسير مثل خالتك غادة نفس الشي وعندي عملية وبرجع بصوح شايفني عم خبره والبسمة عتمة يعني عم بتسم قال لي كاروليا عن جد عم تحكي إنه عم تخبر إنه أنت معي كونسير وعم بتسمي قالت له أنا إيه لأنا بدي ضل إلي يبتسم ما بدي يزعل ولا بدي يبكي ولا بنت ولا حدا وهيك جوزي عصب شوي جوزي شوي هك تقول له لك أنا 99 كدنا عم نتغدأ لتسعة وتسعين بالمئة عندي كانسير بس منشوف فمرأت هيك بطريقة كتير سموز حضرت النفسيا أنا عارفة إنه عندي كانسير وعندي عملية وعندي شيميا وعملية كتير كبيرة عمليتها يعني ثمان ساعات ظليت عمليت بدي كل نهار بس حضرت النفسيا إنه أنا أبضاي وما متل ما بقولوا أنا وصلت عالموت ورجعت بتغير نظرتك لكل شي بالحياة وقررت إنه انتصر عالمراد وبإرادتي وأكيد بألا يعطاني القوة يعني وإيماني انتصرت علي شو أكتر أكتر شي كنت تتجنى بي بهيد الفترة لكي في شغلي واحدة وصيتم في قلتلو ليكو ما تعص بوني منيحة هيدة ما بد شي من كون هيدة من دون ما يكون حدا بيشي لازم يعصبوني هيدة ما تعصبوني لأنه بعرف أنا أنه عن جد الاسترس بتوطي المناعة ونحنا يمكن وطيت مناعتنا ونصبنا كلنا بالسرطان عقد ما حزننا وبكينا وإجينا صدمات صدمة ورا صدمة صدمة ورا صدمة يعني يعني هيدة الشي بيوطي المناعة يمكن بكندا ونصب بالسرطان بس هو عم بيحزن معنا لو عيش بكندا أكيد عم بيحزن أكتر لأنه بعيدة عنكم عم بيقدر يكونوا معكم السرس عنصر كتير 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 أساسي بأنه المناعة توطى وحتى مش بس بيتعرض لشخص لملد السرطان لغير أمراض أي متى انضميت لجمعية بربرا نصر هلأ أنا ليش انضميت لجمعية بربرا نصر أنا قلت يا عمي يا كارولين أنه والله أنت هلقدي كنت قوية وقدرت انتصارتي على هذا المرض أنه ليه أنا بدي خلي هذا الشي اللي عندي لإلي لحالي خليني ساعد غيري خليني نقله لغيري حتى أنا أختي وقت اللي صابت بالسرطان كنت ضل أنا رفقتها بكل جلسات الشيميو كل ما رفوت لعند إلا لأيك إلا هيك لأيك هيدا بديك تدعسي إذا ما تدعسي بدي يدعسي كس طفلة بس كانت خلص الكشف المذكر قدائي مهم مهم جدا وهي خافت يعني أنه صدمة كانت لأ العم وعفكرة كانت شفتان ممرضة يعني حتى كمان أنت لأينا شفتان وبتعرف شو مصير كانت تضلت تقول لي أنا بعرف كيف بيموتوا أنا شيفتهم قديش بيتعذبوا عكس علي سلبة أنا شفت إختي قديش تعذبت وشفت عن جد قدي مريض الكانسر بيتعذب مراحله الترمينار الأخيرة بس هيدا أنا عكس علي إيجابة مش سلبة لأنه قلت أنا ما بدي أوصل لهيدا المرحلة بدي كون قد مقدور يعني بعيد عني الموجات السلبية حتى ضل هيك مرتاحة وانتصر على المرض وانجا منه الحمد اللي نجيت وقلت أنا هيدا الشيء اللي الله أعطاني إياه ما بدي خليلي لقلي بدي نقله لغيري صور تنبش أول عنده بأكسيدانسيارة بدقول بدأ عمل جمعية كانسر جمعية جمعية شو هدا الانفجار داري واحد بفكر يعمل جمعية أنا فكرت هيك بس بعدين قلت أنا ما فيني شغلة بدر شو صار طقد نبش 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 لقي جمعية بربرا نصار فت على كل الباتش تبعيتها لقي بتعمل نشاطات كتير وعن جد بتساعد وهذا أنا اللي كان بدي ما كان بدي جمعية شو أوف بس لأ جمعية تكون عن جد بتساعد وهيك توصلت مع هاني ونضميت للجمعية من بعد يعني 2018 يمكن كنت شفيت وخلصت مرح انت العلاج كل والعلاج ونضمينا للجمعية وإن شاء الله يا ربي عن جد تقدر تنقل تجربتك الصعبة ولكن يلي قدرت تغلبت علي لأنه مثل ما كنت تقول كل الوقت هيدا إذا ما غلبنا نحنا هو بده يغلبنا بعدهم لليوم بيقولوا هيدا كل مرض قدي بخافوا الناس منه حتى ما بيسموا بالاسم بعدهم لها لأ بدنا نسميه باسم السرطان ونقول نحنا بدنا نغلبك نصيحة لكل السيدات روحوا عملوا نصيحة لكل السيدات ما يقفوا ولا وقت يعملوا فيه بحصات روتينية نعم ما يهملوا ولا أي شي بجسم تغيرات ونحنا هلأ بالجمعية جمعية بربرا نصار تدعم المرادة مادية الدواء معنويا حتى هلأ عنا سابورت جروب كمانا ما بفضى فينا أحكي عنه عندنا سابورت جروب هلأ لكل المرادة الكانسير حتى نقدم لهم الدعم المعنوي رح نقصم بر جروب يعني أنواع السرطان بس بطلب منهم يبعثوا اسمهم على رقم سبعين ستة ستة تسعة تلاتة تلاتة يتسجلوا ونحنا منتوصل معهم منقصمهم بر جروب بر أنواع سرطان ومنعمل ندوات بالشهر مرة أو مرتين توعية وبيكون معنا حكمة بيكون معنا بسيكو بيكون عندنا آرد ترابي يعني كل شيء ترفيه للمريد ودعمه نفسيا ومعنويا ياريت الوقت أطول معنا نريكي أكتر أنا بدأ أشكرك كارولين بدأ أشكر كمان استاذ هاني نصار وجمعية بربرة نصار هن موجودين حتكن تصلوا على سبع سفر ستة ستة تسعة تلاتة تلاتة بس نكون أكتر من نكون أقوى شكرا مرسي إليك مشاهدينا برايك ونكمل معكم شكرا